السلام عليكم مرحبا بكم معي في وصفة جديدة اليوم إن شاء الله سنشارك معكم مملحات رمضانية بعجين واحد عجين سحري بديل العجين المورق سنعطيكم المقادر مضبوطة مقادر الماء أيضا أو الكيمية الليحتاجة دي الماء في هذا العجين عجين سهل تحضير بدون ذلك بدون مجهود بدون خميرة وكي يأتي مورق كي يأتي مقرمش والديد بثاف سنشارك معكم أيضا حشوة الليدة اللي ممكن تحضروها لجميع مملحات فكنتمنى أنا لوصفاتنا لإعجابكم ندوز معكم مباشرة المقادر بطريقة تحضير فمدا معكم بالعجين باش نخليوا ليه الوقت الكافي يرتاح غادي نحتاج 500 جرام أو نصف كيلو من دقيق الأبيض نصف ملعقة صغيرة من الملح ملعقة كبيرة من زيت نباتية وغادي نحتاج الماء ماء عادي يعني ماشي دافئ ماشي بدرورة أنكم تسخنوه ماء عادي وغادي نقول لكم كمية الليحتاجت بالضبط دي الماء فأول شيء نأخذ هكذا إيناء وغادي نغرب للدقيق بالنسبة لكمية الدقيق بكأس العنبة فاتقربة ربعة الكؤوس مملوئين جيدا أو ربعة الكؤوس ونصف وضروري دائما ما كنغرب له الدقيق غادي نضيف الملح غادي نضيف ملعقة كبيرة من الزيت والآن فغادي ناخد كأس العنبة غادي نعبر معكم الماء اللي غادي نحتاج فغادي ناخد هنا الكأس الأول من الماء ودائما الماء يعني كسقاب كتضيفها هكذا بشوية بشوية مكتضيفوش الكيمية كاملة في الأول فضفت هنا الكأس الأول من الماء وكنحاول نجمع أو نخلطها الدقيق غادي ناخد الكأس الثاني من الماء ونضيفه بشوية بشوية وأنا كنجمع في هذا العجين فنضيف كيمياء أخرى من الماء من بعد مجموعة العجين بهذا الشكل فنوضعه فوق سطح العمل ونحاول ندخل مزيان هذا الدقيق أو لا غير ندلكه هكذا بدع دقائق سقريبا 1-5 دقيق يعني غير باش هاد العجين كيولي هكذا متجانس وكيولي اللون دياله موحد ورسق لكم هكذا فوق سطح العمل كترشوا بالقليل من دقيق فالعجين يعنا الان كيكون جاهز كيكون هادو الشكل دياله بالنسبة لكمية الماء اللي احتاجيت فتقريبا 1-4 يعني هديك الكيمية هي اللي قاتلية من الماء في الكأس الثاني يعني 1-4 يعني 1-4 بالنسبة لكمية الماء فكتبقى على حسب نوعية دقيق تقدروا يحتاجوا أقل تقدروا تحتاجوا أكتر المهم غير كي تجمع لكم هكذا العجين ما كتبقاوش كتضيفوا الماء العجين ما خاصوش يكون مرخوف بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش قاسح بزاف لانه ما زال غادي ترخف لينا فهنا كنحاول نقسم العجين لأربع كريات وكنحاول نشكلهم هاد شكل من بعد كناخد إناء وكندهنوا بالقليل من سيت وغادي نوضع الكريات دي العجين وكنحاول ندهنهم من فوق أيضا بالقليل من سيت من بعد غادي ناخد بلاسيك غدائي وغادي نغطيهم باش ما كتشكلش ليه واحد نقشرة هكذا فوق من العجين وغادي نخليهم كيرتاحوا بموجة معكم الحشوة فمباشرة كناخد هكذا مقلات ساخنة كنوضع فيها القليل من زيت الزيتون وغادي نوضع بصلة متوسطة مقطعة هكذا مكعبات صغيرة بالنسبة للحشوة انا غادي نحضرها معاكم هكذا مباشرة باش ما كنضيع الشياني الوقت فكنخلي هاد البصلة هكذا كتشحر شمية من بعد انا دست باش غادي نقطع فلفلة فغادي نسعمل فلفلة خضرة قطعتها مكعبات صغيرة وفلفلة حمراء ايضا كنخلطهم هكذا مع بعض وكنخليهم شوية كيتشحروا مع بعض من بعد ضفت القليل من ليشو او للملفوف ليقطع ايضا هكذا صغير فكيجي يعني رائع في الحشوة كنصحكم انكم تجربوه ولكن عندكم هكذا وليدات ما كيبغوش ياكلوه فبهالطريقة غادي ياكلوه لانه ما كيجيش بين ضفت كيميا هكذا من الكفتة اللي سقدروا تعودوها بصدر الدجاج او صدر دي كرومي وكيفما سقدروا ستسعملو غير الخضر بوحدهم راح كيجيوا وبنان يعني انا ما بغشوه ستسعملو فهذه الحشوة لوحو كنخليو هذيك الكفتة يعني حتى كتشحر وكتطيب مع هذي الحشوة من بعد غادي نضيف جزارة او لخيزة هكذا محكوكا وقرعها خضر اللي حكيتها في الحكاك الغليضة ايضا وكنخلط الكل مزيان مع بعض الآن فقد ندوز معاكم مباشرة باش غادي نضيفه التوابل غادي نضيف القليل من الملح لكي بقى لحسب الضوء غادي نضيف القليل من الابزار او لفلفل اسود نصف ملعقة صغيرة من الكامون غادي نضيف ملعقة صغيرة تقريبا من فلفل احمر او تحميرة نصف ملعقة صغيرة من الخرقوم ونصف ملعقة صغيرة من زنجبيل غادي نضيف القليل من توم بودرة والقليل من البصل بودرة إلا ما توفروش عندكم فمش يموشكي تقدرو ماستعملوهمش وغادي نضيف القليل من الفلفل حار او السودانية اللي كتبقى اختيارية اللي ما كيبغيش الحار فما يستعملهاش غادي نضيف القليل من سلسل تماطم لعدي جاهزات قريبا ثلاث ملعقة كبيرة ملعقة صغيرة من السلسل حارة او الهريسة اللي كتبقى اختيارية لما كتبغيش الحار فما تضيفوش يعني الحار او السلسل حارة بالنسبة للسلسل تماطم إلا ما توفروش عندكم فاتفدرو تعودوها بملعقة كبيرة من مركز تماطم تخفوه بالقليل من الماء وتستعمله غادي نضيف القليل من زيتون اخضر مقطع هكذا دوائر كيبقى اختجاري إلا ما غادي نضيفوه يمكن لكم ما تستعملوش وغادي نضيف على الحشوة وفي الأخير فغادي نضيف القليل هكذا من الماء وتنوص اللي مقطع كنحرك الحشوة هكذا مزيان وكنخليها جانبا حتى كتبرد تماما من بعد ما وجدات لي الحشوة فغادي نخليها جانبا حتى كتبرد غادي نحتاج القليل من جبن احمر اللي تقدروا تعودوه ايضا بجبن المودزاري اللي حكيتو وإلا ما نصفروش عندكم فيمكن لكم ما تستعملوهمش والآن غادي ندوز معكم هكذا مباشرة باش غادي نشكلو هاد العجين في التوريق هاد العجين كنحتاجوا القليل هكذا من زيت ناباتية والقليل من الزبدة المدابة إلا توفرات عندكم الزبدة الخاصة بالتوريق فيكون أحسن إلا توفرات عندكم ايضا زبدة حيوانية ممكن تستعملوها وإلا ما توفراش عندكم فممكن تستعملو المارغارين او الزبدة دي العلبة غير خليوها على نار بدع دقائق باش يعني كيتبخر منها هدك الماء او الحليب من بعد ما صرحت العجين مزيان يعني تقريبا بحل طريقة دي المسمن كننشو هكذا بالقليل من النشا او الماء زينة غير باش يكون عندي يعني التوريق بين أكتر وكل ما هكذا كان طوي فكندهن بالقليل من الزبدة وكننرش بالقليل من النشا إلا ما توفرش عندكم النشا فممكن ما تستعملوش يعني تستعملو غير الزبدة بنفس طريقة دي المسمن وكننحاول نطويه بهذا الشكل غادي نحتافض بهذا العجين هكذا جانبا وغادي ناخد الكورة الثانية وغادي نصرحها بنفس طريقة بالنسبة للعجين باش ما كيتقطعش لكم كتدهنو مزيان سطح العمل بالقليل من الزيت وكتدهنو هكذا العجين بالزيت وكيتصرح هكذا بسهولة ودروري ما كتورقوه يعني حتى كيولي هكذا رقيق ما تخليوش العجين غليت باش كيجيكم مورق احسن من بعد ما كنصرحو فكندهنو بالقليل من الزبدة وغادي نرشو هكذا بالقليل من النشا غادي ناخد العجين اول شكلته وكنوضعوها هكذا في الوسط وكنطوي عليه هاد العجين دائما يعني كل ما كتطويو كدهنو بالقليل من الزبدة وطرشو النشا باش تطوري كيجيكم بين اكتر وغادي نطوي هاد العجين وبنفس طريقة غادي ننشكل جوش كورات اللي بقوا عندي يعني غادي نديرليهم نفس هاد طريقة غادي نوضع هاد العجين في هادك الاناء نغطي بلاستيك بمشكلة العجين الاخر بالنسبة للحشواء بعدما بردت كنضيف ليها الجبن يعني باش مكا يضوفش ويمكن لكم تخليو بوحدو حتى كتوضعو للحشواء وكتضيف فوق من هاد كده الجبن انا كنفضل هاد طريقة باش كنوضع الحشواء مرة واحدة فهنا يمكن لكم ترشو سطح العمل هادا بالقليل من النشا او القليل من الضقيق ايضا غير باش العاجين ما كا ينصقش ليكم من بعد كتاخذو هكذا مدلك وكتحاولو تصرحو هاد العجين بالنسبة لعجين يعني خاصو يكون نرقيق ما تخليوش غليد بسه فانه ما زال غادي تنفخ لنا شميه في الفران يعني وخاما فيه شل الخميرة كي تنفخ لنا هكذا مع هادك التوريق بعد ما صرحت العجين بهات الشكل غادي ناخد هنا يعني يمكن لكم استعملوا هكذا جرارة دي الشباكية او لا هكذا قطاع عادي البيتزا على حسب اللي توفر عندكم وكنا نحاول نقطع هاد العجين على شكل مربعات على حسب حجم العجين اللي عندكم ونفع أنا غادي نشارك معاكم هكذا مجموعة من الاشكال اللي ممكن تختاروا منهم الشكل اللي بغيتوا وتحضروا يعني انا هنا غا اعطيتكم افكار باش من عجين واحد تخرجوا مجموعة من الاشكال شكل اللي اعجبكم ممكن استعملوا او ممكن نديروا اشكال اخرى الى بغيتوا فهنا كنوضع هكذا الحشوة وكنحاول نتني هاد العجين على شكل هكذا مو ثلت وكنحاول نضغط هكذا على الجوانب ضروري ما كنضغطو عليهم زيان باش كنصدوهم باش ما كيتحلوش لنا بعد ما كيدخلوا الفران فهنا غا اعطيت ربعة بهذا الشكل وما بعد غا اعطيتكم مباشرة باش غا انا نشكل معاكم الشكل الثاني بالنسبة للشكل الثاني فبنستري قودات الحشوة هكذا في الوسط وكنحاول نجمع الجوانب بهذا الشكل بالنسبة لهذا الشكل سبق لي شكلته معاكم بواحد العجين ديال مسمى المورق الوصفة غادي نتلقاوها ايضا في القناة اذا بغيتوها من بعد كنحاول نضع هكذا زيتونا في الوسط كنحاول نضغط بها مزيان على العجين باش هي لي كتلصق لي هادك العجين اللي في الوسط بالنسبة للشكل الثالث فبنستريقة كناخد هكذا مربعات من العجين كنحاول نقادلهم هكذا الجوانب بالنسبة للعجين اللي كنزولوا فما كنرميوش را كنستعملوه ايضا يعني كنجمعوه وكنصرحوه بالمدلك بلا ما تحتاجوا انكم تعجنوه باش ما يتقصحش ليكم كتصرحوه مباشرة بالمدلك وكتشكلوا الاشكال اللي بغيتو ايضا وكيكون هادا والشكل الثالث يعني على شكل بليغات كنجمع هكذا الجوانب وكنلصقهم هكذا بزيتونة كنوضعهم مباشرة في صينية الفرن وباش غادي ندهنوهم غادي نحتاجوا اسفر بيضة ضفتليها القطرات من الخل الابيض اللي كيزول لنا هكذا رائحة البيض والقليل من صلصة الصوجاء اللي ممكن لكم تعاوضوها بالصلصة الحارة ايضا كنخلطهم هكذا زيان مع بعض وكندهن فد المملاحات كنحاولو من نزلوش البيض للجوانب بالنسبة للفرن فاشعلت عليهم مني بديت كننشكل في هاد المملاحات كنشعل ليه من تحت او من فوق على 180 درجة وكنخليه كيسخن ضروري ما كتتسخنوا الفرران من قبل باش مني كتدخلو هاد المملاحات يعني هذي كذبتها مكتدوبش ليكم والتوريق ديالهم كي يجي ناجح بالنسبة للتزين فكيبقى اختياري فزينت هادو بالقليل من السانوش وغادي انتقبهم من بعد ما ادهنتهم باش ما كيتحلوش ليه من بعد ما كندخرهم الفرران لان هادو كيكونوا مستودين مش بحل هادو يعني محلولين بالنسبة لهذا فكنزينوهم هكذا بزنجلان بعد ما كنكمل مباشرة فكندخلهم الفرران كيطيبو فرران اللي كنكون سخنتوا من قبل كندخلهم على مئتين داراجات قريبا على حسب الفرن ديالكو مهم نار متوسطة وكنخليهم حتى كيطيبو من تحت ومن فوق وكيقبليو محمرين وبعد كنخرجهم الفرران لان بعد ما ادخلت هادو كيطيبو في الفرران فانا غد ندوز معكم تشكيل العجين ثاني فبنص طريقة كنصرح العجين يعني هكذا نرقيق من بعد كنقطع هكذا مربعات بالنسبة لهذا مربعات فيكونوا أصغر من المربعات القبيلة كنوضع القليل من الحشوة هكذا في الوسط وقد ناخد مربع ونوضع فوق من المربع الآخر بهذا الشكل من بعد كنحاول يعني نصد الجوانب مزيان باش ما كيتحلوش ليه في الفرران كناخد هكذا شوكة وكنحاول نضغط على الجوانب إلا كانت كتلصق لكم يعني وضعوها في القديم من دقيق وكيكون هادو الشكل يعني الرابع بالنسبة للشكل الأخير فغدي يكون على شكل دي شوصو فوضعت هكذا الحشوة ومن بعد دورت العجين بهذا الشكل كنحاولو نخرجو مزيان الهواء اللي كيكون مبيل العجين والحشوة وكنقطع هكذا بالجرارة فغدي نعود معاكم هنا واحدة أخرى فوضعت هكذا القليل من الحشوة من بعد غدي ندور هادو العجين وكنحاولو نضغط مزيان على الجوانب باش كنخرجو الهواء وكنلصقو العجين من بعد غدي ناخد الجرارة وغدي نحاولو نقطعها بهذا الشكل يعني لشكل شوصو وكتكون جاهزة غدي نوضع هكذا في صانية على الفرن فبنفس طريقة كنوضعهم في صانية الفرن كندهنهم بأصفر البيت كندخلهم الفرن كتابو بالنسبة للأشكال الأولى بعد ما طابو خرشهم الفرن كيكون هادو الشكل ديارهم كيجو مقرمشين رائعين طريقة سهلة وكيجو لدات بزاف كنتمنى أن هادو الوصفات نعجابكم وخصوصا تجربوها يعني طريقتها سهلة وكيجو مقرمشين يعني بحل العجين مورق ليك لهم كيسحبهم صيبين بالعجين مورق والحشوة أيضا كتجي لديدة بزاف وطريقتها سهلة فكنتمنى أن الوصفات نعجابكم ونعجبكم الفيديو لا تنسوا اشتروا الهجام تبقى تجربوا الفيديو مع اصدقائكم مع ايدكم وترجعوني في التعليقات وإذا كنتم تزوروا قناة الأول مرة فأنا أحبكم لا تبخلوش عليها بالاشتراك وتفعلوا زل جرس كيبقى وصلكم جديد الوصفات فكيجو مقرمشين بحل موجدين بالعجين مورق كيف لحتو معايا إذا بغيتوا تحصفو بهم مدة طويلة تقدروا توضعهم في المجمد بوقت اللي تحتاجوهم تجبدوهم تتخنوهم في الفران وإذا بغيتوا تحصفو بهم مدة قصيرة فيمكنكم توضعهم غير في تلاجة وشي علبة ومن بعد ما تجبدوهم تتخنوهم في الفران يعني كيرجوع مقرمشين بحلية الله وجدوهم تماما فكنتمنى أنا الوصفات نعجبكم وخصوصا تجربوهم وما أبقى عليها غير نقول لكم تلقى في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله خليتكم على خير ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا